السلام عليكم و مرحبا بكم مع ايام جديد اتمنى ان شاء الله هذا الفيديو قمتم باخر او الاخر او احسن احوال اول حاجة تقبل الله و صيامكم اليوم سنشارك معكم في هذا الفيديو طاولة افطار اول يوم في رمضان هكا فيها شهوات اللي سهلة في التحضير و بساطين و هكا يعني صحيين سنشارك معكم حساء او صوبة بالخضار اللي سهلة و كتجي في المدق ديالها رائعة و حتى المدق ديالها يجيب حال ديال الحريرة و في نص الوقت خفيفها كما كدرش و احسن بها طريقة هذه كي يجي تهو رائع و خفيف و يجي تحتفل مدق دياله و هنشارك معكم خبيصة ساكا صغورين بالقمح و نشارك معي كيف يجيب نقوم معي حتى الاخير و ان شاء الله هذا الفيديو يجبنا لإعجاب ديالكم و نقوم على المقادر و طريقة التحضير اول حاجة نبدأ بها هي الصوبة والحسن نحتاج فيها كشية البسباس وشية اللقوق نحن نحن بها مقطعة و قرعة الحمراء مقطعة و قرعة الخضراء و الكوجيت نحتاج فيها كارتبورو و كارتبورو و بسلخ بطارية و البطاعة جميلة قطعتها طريفة تصغيرين هنا سنقوم بخطع طريفة تصغيرين و هنا عندي بروكلي اضيفه مطاشة كرافسة بصلة لعدس الحمر اضيفه اضيفه بسطة اضيفه في كوكوت نضيفه مالقة كبيرة قد اضيفه اضيفه ينبذر سماع الخضر اضيفه اضيفه ستضيفه الخضر تضيفه اضيفه خضر اضيفه اضيفه على اضيفه بالنسبة للجدور الكرافس يأتي صحي و المدق يضيفونه رائع للصوبة سواء السوبة ولا حريرة الكرافس يعطيها لده سوف اضفت القرعة الحمراء التي قطعتها مربعات مع خزو و مع اللفت البطاطة جيدة في السوبة و اضفت البطاطة عادية اختياري الذي يريد أن يضيفها و من للصوبة سوف نضيف خضارة لطريفات قد اضفت البطاطة سوف نضيفها توابل سوف نضيف الملحة سوف تضيف العضوة لتضيف عضوة أو تضيف خارقون أو تضيف سكن جبير سوف تضيف ملحة لتضيف تضيف عضوة و الممكن أن يضيف خضر على عضوة الحر سوف تضيف محفظ بحبوب قم بتحون و لكنها أضيفها أخيرت الأمريل أدخلها أشياء العملي تحشي الملك سوف تحجنهم كما أكون أحمن أجل الجهد الملك يعجين له ملجان أدخلها بقم به AUD أدخلها عبادة و لنقصة في السيطس أحضرها بأخير بقم الخلف ثم نضيف الكهرباء الورق الكرافص ثم نضيف الكهرباء الورق الكرافص نضيف الكهرباء و الكرباء بالنسبة لبطبط ، اشاركته معكم في واحد الفيديو اضع الصورة الفيديو و ركاين في القناة بالنسبة للمقادر ، انا اخذ زلافة الفرس و اضع نصف زلافة الفنو خاميرات الخبز و ملحة فقط المواد التي احتاجه فيها لا اصدقاء الملك و دافئ لا اصدقاء لسهل بطبط ناجح من اول تجريبه يأتي من فخ من الداخل و خفيف بالنسبة للمقادر لا تحتاجه ان تجعله يرتاح انا افرقت الكويرة الصغارين نقوم بطبط السهل بطبط اكس بريس كي يوجد لا تطبيعها بطبيعة شاهدوا معي الطريقة يأتي سهل و احتفت عمره يأتي و منظره يأتي رائح يختلف بطبط السهل كي يأتي الان يجريكي انتجاح و احضره بطبط السهل يجريكي بطبط السهل نحن نقوم بطبط سهل نقوم بطبط السهل اضافة سوف نضيف بطبوط الوضع سوف نستمر بحركة نكمل الكيمياء نضيف بطبوط الوضع سوف نضيف بطبوط الوضع سوف نضيف بطبوط الوضع سوف نضيف بخبض القمح لن اخفض لغبط الوضع وسوف نضيف بطبوط الوضع خبزة صغيرة خبزة صغيرة خبزة صغيرة خبزة صغيرة خبزة قالت خبزة صغيرة خبزة صغيرة خبزة صغيرة تبخل سبيلين حشو الجحيم تبخل تخيف المحيط لزيادة نفضل تبخل 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 قطعت الشرائح نضيف ففل البصلة و شرح حرومة قطعت الشرائح قطعت الشرائح قطعت الشرائح نضيف ففل البطبوط ملحة و بزر و بزر كنجبر و قصبر حبوب مطحون نضيف ففل خلصة بعد أن نضيف البطبوط سوف نضيف ففل حرشة سخونة سخونة وضعها على البطبوت تغييرها تنفخ كيف يأتي من فوق كامل ويأتي خاوي من الداخل ويأتي سهل في الخدمة ويأتي سهل في الخدمة وفي المنظر ويأتي مختلفة لدينا الكفتة الملاعبة الكفتة والمدنص ويأتي التوابل أضع والزيت لدينا أيضا ويأتي بالفذة خاوي وخفيف بزاف وصحي الحشوات سوف ندهن بشوية الفرماج مثل اللازات بالنسبة لأنه لا يدهن نعمر ببجج والباقي نعمر بالكفزة نرخوز من بعد ما طب شوفوا ما يدهن خفيف وكيف يدهن حتى المنظر لبنان القمح ون Plugay Baphoe بالنسبة لدي المحيون خفيذ أنعرف لحتوظ الكفزة جاهز مكتو فين المنظر بشوهimana processes حينما يدهن تضح ونأتفع لكم كيف يأتي لها تصير مرضى تباكية والتصمير وصله والصوبة اللي حضرتها معاكم هذا هو الفطور دينا الصوبة الصراحة كتجي رائعة بالسف كتجي خاطرة في هالبنة ديال الحريرة وفي نفس الوقت ما تدرش نسمنا ان شاء الله هاد الفطور و هاد الفكرة ديال هاد الفطور تكون نازل اعجاب ديالكم ويعجبكم هاد الفيديو ونكون تخفيفة على قلوبكم وما تنسونيش بتشجيعاتكم تعليقاتكم واللي عدخل معنا جديد في القناة سنقولوا مرحبا بك معنا وما تنساناش بالاشتراك الى الفيديو قادم ان شاء الله الى اللقاء بصحف ترككم اشتركوا في القناة